مجددا من أهل مدينة نصر استكمالا لهذا اليوم الطويل واحتفاء الحقيقة بمناسبة اليوبيل الفضي ومرور 25 سنة على إنشاء أول فرع للنادي الأهلي وهو فرع مدينة نصر والحيان وكان أول الفروع للأندية ده كانت سنة سنها النادي الأهلي سنة 93 تحديدا 28 أكتوبر استمعنا ربما للكابتو محمد الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في لقاء حصري على شاشة القناة قبل قليل وتكلم عن مجموعة من الملفات المهمة جدا أيضا مجلس الإدارة انتهى من اجتماعه في الجلسة رقم 13 اللي انعقلت بأهل مدينة نصر الخميس 25 أكتوبر واستمرت أكثر من خمس ساعات واسمحوا لي نعرض بعض القرارات وأهمها اللي وردت في هذه الجلسة زي ما قلت لحضراتكم المجلس كان حريص على توجيه التهنئة لعضاء النادي الأهلي وجماهيره وبنسبة مرور 25 سنة على اليوبيل الفضي وإنشاء فرع مدينة نصر زي ما قلت لحضراتكم كان الفرع الأول للنادي وهو أول فرع أيضا لأي نادي على أرض مصر ودائما المزيد من الفروع والتوسع لعيلة الأهلي اللي بتسعى دائما لتقديم أفضل خدمة لأبنائها رقم 2 الحقيقة أنه طلع مجلس الإدارة على عقد بيع حقوق رعاية النادي الأهلي المبرم بين شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وشركة بريزنتيشن لأصبحت شريكة للنادي الأهلي ووافق مجلس الإدارة على ما تم من إجراءات من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي مع شركة بريزنتيشن وده بناء على أمر الإسناد الصادر من مجلس الإدارة لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي في جلسة مجلس الإدارة 1-10-2018 ووافق المجلس أيضا على حوالة الحقوق والالتزامات الواردة بالعقد من الشركة للنادي وللاطلاع على كافة الإجراءات بهذا الشأن 3 صدق مجلس الإدارة على محضر الجلسة السابقة وهي الجلسة رقم 12 اللي انعقدت فيه 1-10-2018 وأيضا صادق على محضري اجتماع المكتب التنفيذي رقم 27-28 واللي كان متضمن موافقة على مشاركة الفريق الأول لتنس الطولة رجال وسيدات في البطورة العربية المقامة في تونس في الفترة من 30 أكتوبر الحالي إلى 9 نوفمبر القادم وده بناء أو تلبية لدعوة للتحاد العربي لتنس الطولة وأيضا وافق المجلس على توصية المكتب التنفيذي بضرورة التعاقد مع لعب أجنبي ولعبة أجنبية لتدعيم فريق تنس الطولة قبل مشاركة في هذه البطورة لضمان أداء مستوى راقي وإن شاء الله الفوز بها رابعا صدق المجلس على صرف مكافأة للعاملين بالنادي تقديرا لجهدهم الحقيقة غير العادي والمبدول خلال نعقاد الجمعية العمومية غير العادية اللي أقر فيها النادي الأهلي أو الجمعية العمومية للنادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي لائحة النظام الأساسي للنادي وتم اعتمادها وقريبا تنشر بإذن الله خلال أيام في الجريدة الرسمية أو ما نسميها الوقاعة المصرية لبدء العمل بها على الفور طبقا لقم المجلس أيضا وخامسا اطلع على الملفات المكلف بها السادة أضاء مجلس إدارة حضراتكم عارفين أنه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة كان مكلف أو المجلس كل عضو يشتغل على ملف يعني يكون بيتميز أو بيبدأ فيه إنصحة للتعبير وينهض به كان فيه ملف مهم عرضوا الأستاذ محمد الجرحي أضاء مجلس الإدارة المتعلق بإنشاء مؤسسة الأهل للتنمية المجتمعية هذا العرض لقى قبول واستحسان الحياة مجلس الإدارة ووفقوا على ما جاء بالعرض وطلبوا من الأستاذ محمد الجرحي ضرورة إنهاء هذه الدراسة العرضة كانت دراسة وفيها تماما وهيكون فيه خطوات قادمة وسريعة من أجل إنشاء وتأسيس مؤسسة الأهل للتنمية المجتمعية اللي هيكون لها دور مجتمع كبير جدا في المجتمع في إطار حرص النادي الأهلي على مساعدة المجتمع الحقيقة وعدم الاكتفاء أو الانكفاء على ذاته فقط في المجال الرياضي النادي الأهلي مؤسسة عظيمة ومؤسسة كبيرة شايف أن يكون لها دور مهم في المجتمع المصري بكل تأكيد الأستاذ محمد الضماطي الحقيقة عضو مجلس الإدارة أيضا كان عنده ملف مهم جدا يتعلق بفكرة الموبايل أبليكيشن ولي كان مجلس الإدارة عرضها في جلسات أبلي كده وتكلموا عنها كمان أيام الحملة الانتخابية ودي هتقدم امتيازات عظيمة جدا للسادة أعضاء النادي الأهلي ووافق أيضا مجلس الإدارة على هذا العرض القيم اللي طرحه الأستاذ محمد الضماطي وهيتم تنفيذ فكرة الأبليكيشن اللي يكون على الموبايل وخاص بأعضاء النادي الأهلي على مراحل في خلال أسابيع قليلة مقبلة وسيتم الإعلان اتباعا للسادة أعضاء الجميع العمية للنادي الأهلي أيضا في هذا الإطار في إطار ملفات المكلة إلى أعضاء مجلس الإدارة مهندس محمد سراج وعضو مجلس الإدارة عرض مشروع يتعلق بإنشاء مدحف النادي الأهلي أيضا ده كان هدف من أهداء في مجلس إدارة النادي الأهلي فكرة إنشاء مدحف يليق باسم وتاريخ النادي الأهلي والحقيقة إنه المجلس وافق على ما جاء بعرض المهندس محمد سراج وهذا المتحف أو المتحف عربيا يعني سيكون مكانه أو مقره هو النادي الأهلي طبعا بالجزيرة وتم تكليف المهندس سراج بالبدء فورا في التنفيذ والحقيقة توفير كل المتطلبات اللازمة لخروج متحف النادي الأهلي بالشكل اللائق يعني انتهت الجلسة عند هذا الحد والمجلس قرر في نهاية الاجتماع أن تبقى هذه الجلسة مفتوحة جلسة 13 على أن تستكمل يوم الاثنين المقبل إن شاء الله في مقر النادي الأهلي بالجزيرة لاستكمال باقي الملفات وجدول الأعمال وعلى رأسه تحديد موعد لنعقاد الجامعة العمومية العادية لاعتماد الموازنة أو الميزانية للعام المالي 2017-2018 طبقا للقواعد أشكر حضراتكم ودائما الأهلي في عزة ونصر إلى اللقاء شكرا شكرا شكرا